خبراء ومختصون في قضايا العمل والعمال إلى ضرورة تطوير آليات جديدة تحمي حقوق عاملين من الأردنيين وغير الأردنيين بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى العمالية الموصوفة بعضها بأنها قضايا إتجار بالبشر بحسب وصفهم وفيما تتعدد أوجه الإتجار بالبشر في دول عربية وغربية فإن غالبية هذه القضايا في الأردن يأتي معظمها على شكل انتهاكات لحقوق عاملين في مختلف القطاعات تاليا نستعرض معكم أحدث الأرقام حول هذا الملف والبداية من عدد ضحايا عمليات الإتجار بالبشر نتحدث عن 131 ضحية إتجار بالبشر في الأردن لعام 2022 النصفة الأول من عام 2022 95 قضية إتجار بالبشر و34 قضية ثبتت فيها تهمة الإتجار بالبشر والمصدر هو وزارة العمل وعدة مواقع أيضا أخرى 17 قضية إتجار بالبشر أودعت للقضاء في النصف الأول من 2022 و52 ضحية و66 جاني في القضايا المودعة لدى القضاء لذات الفترة نتحدث عن 81 ضحية محتملة أودعت خلال مرحلة التحقيق في دور إيواء لعام 2022 أما عدد الشكاوى العمالية الواردة لوزارة العمل نتحدث عن 14 ألف شكوى عمالية في عام 2022 وأكثر من 13 ألف شكوى منها جرى تسويتها مع أصحاب العمل 347 شكوى قيد الإجراء و87 شكوى خاصة بعمالة الأطفال كما نتحدث أيضا عن أبرز تفاصيل الشكاوى العمالية 63 حالة إجبار على تقديم إجازة بدون راتب و567 حالة إجبار على تقديم الاستقالة و867 حالة اعتراض على إجراء قانون صادر عن مؤسسة المشتكي 157 مطالبة بالإجازات السنوية و146 اعتراض على خصمها و383 مطالبة بالعمل الإضافي وأكثر من ألف حالة إيقاف عن العمل نحو 600 اعتراض على تخفيض الأجر و48 شكوى على حجز جواز السفر لنساء عاملات لتسليط الضوء أكثر على ملف الإجار بالبشر نرحب بالسيد هيثم النجداوي مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل بالبداية سيد هيثم صباح الخير أهلا بك عندما نتحدث عن كلمة إتجار بالبشر فهي كلمة كبيرة وتحمل معاني كثيرة فهل وصل الأمر فعليا إلى هذه الدرجة في بعض القضايا أوضح نقطة كثير مهمة يعني بصراحة التقرير أو خلنحكي الأرقام التي تفضلت فيها هي أرقام صادرية عن وزارة العمل نعم بموجد طبعا خلنحكي التقارير الشهرية التي تعرضها وزارة العمل بشكل شهري على موقع الوزارة اللي هي بتحدد آريات العمل اللي منتبتش عليها والإجراءات اللي منقوم فيها ولكن تم عنوانة التقرير أو خلنحكي الأحصائيات الشهرية بمفهوم الاتجار وهذا كلام غير صحيح مفهوم الاتجار في الأردن تقريبا يعني هي قضايا بسيطة جدا وعددها ما بسيط عن يعني خلنحكي لما نحكي إحنا عن تقريبا واحد وثمانين في دور الهواء خلال عام كامل خلال 12 شهر نعم هم ضحايا محتملين ولكن هم مش خلنحكي ضحايا ضمن مفهوم الاتجار وتم يعني عدد القضايا الفعلية اللي تم تكيفها قضايا التجار في البشر للمدعي العام وصاحب الصلاحية في إصدار الحكم النهائي قرار المدعي العام القضايا اللي تم تكيفها هي ما بتتجاوز الـ 34 قضية فاليوم العنوان كلياته لإدارة التفتيش نحط ضمن الأرقام هاي فأنا حبيت أصحح الموضوع بشكل واضح فيه فرق كبير بين خلنحكي قضايا الاتجار في البشر وما بين الشكاوى العمالية أو خلنحكي الإجراءات التفتيشية اللي بتقوم فيها وزارة العمل من ضمن الإجراءات اللي بتقوم فيها وزارة العمل من خلال قسم خاص قسم بكافحة الاتجار في البشر أو خلنحكي قسم الاتجار في البشر اللي هو تحت الإدارة الفنية لمدرية الأمن العام من خلال وحدة الاتجار في البشر بموجب اتفاقية أو خلنحكي بموجب مذكر التفاهم بالـ 2012 مع الإدارة الأمن العام لإلقاء الضوء على الجريمة هاي والعمل على الحد منها قبل انتشارها فإحنا بنشتغل بإجراءات استباقية اليوم ما قدر نحكي بشكل واضح من خلال الأرقام هاي ما عنا أي مؤشر واضح بعد كل العمليات اللي نشتغل عليها من خلال التفتيش الاستباقي من خلال الشكاوى المستقبلها من خلال التعامل مع الضحايا من خلال خلال استقبال أي شكاوى من عامل نعم نحكي عن 34 قضية فهم والباقي كلها ياتها قضايا عمالية نعم والأرقام 34 سيد هيثم هي التي ثبتت فيها التهمة تهمة 34 قضية نعم هذا ما ذكر يعني نعم 34 قضية طبعا الأرقام المتغيرة يعني يوم عن يوم تتغير الأرقام زي ما أنت في بعض الأوقات بتم التحقيق في قضية بتبين أنها هي قضية عمالية فكل الأرقام التي تفضلت فيها هي قضايا عمالية فقط لا غير شكاوى من مواطنين شكاوى من مواطنين والتي ثبتت فيها هي 34 قضية نعم طيب بدي يعني لربما سيد هيثم ينظر البعض إلى قضايا عاملات المنازل من الجنسيات غير الأردنية بأنها قد وصلت في بعض الأحيان إلى إجار بالبشر فهل هذا الأمر صحيح وهل فعليا من الأربعة وثلاثين كان هناك نسبة كبيرة من عاملات المنازل كشكل من أشكال الإجار بالبشر من الأربعة وثلاثين قضية يعني جزء منهم مش كلهم يعني ما عندي يعني أنت دخلت بالتفاصيل دقيقة شوية ما منقدر نحكي أنه كلياتهم أو أغلبهم في العاملين في المنازل لا بحكيت لك الرقم يعني هو بسيط جدا يعني أربعة وثلاثين قضية أربعة وثلاثين على حسب عدد العمال الموجودة عندنا يعني شيء لا يذكر يعتمر ما في عندي أنا مؤشر واضح لوجود خلنحكي جريمة الاتجار بالبشر في أردن ونركز على شوية نحن نحكي يعني هو تقرير بيحكي عن الشكاوى العمالية نعم صحيح الشكاوى العمالية تم ورودها 13 ألف وطبعا كسور وردت لوزارة العمل من خلال ملصة الحماية تم التعامل معها بنسبة أكثر من 90% تم يعني خلنحكي يعني 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 إجراء تسوية مع صاحب العمل وما تم مخالفة صاحب العمل ويعني رجعت الحقوق للعامل والعشرة في المئة تقريبا هي عادة تتحول لمخالفات وقضايا عمالية في المحكمة والعامل هنا بضطر يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه يعني هاي النقطة لنركز عليها اللي هي بتخص العامل الأوردني بشكل خاص بالإضافة للزيارات التفتيشية اللي بتقوم فيها وزارة العمل خلال طبعا العام للتأكد لأنه في عنا نوعين من التفتيش في نوع من التفتيش المبني على شكوى عمالية وفي عنا إجراءات تفتيشية رقابية بشكل يومي على تطبيق المؤسسات لمعايير القانون من عمالة واسدة من فقوق عمالية التأكد من عقود العاملين والتزام صاحب العمل بالعقد والتزام بالحقوق العمالية من أجور من الحد الأدنى للأجر يعني رصدنا بعض القضايا اللي بتقص الأقل من الحد الأدنى للأجر التأخير في الأجور يعني هي أبرز خلنحكي الشكاوى العمالية اللي دائما بتكون بتأخير الأجور وإنهاء خدمة العامل سيد هيدهم بما أنه عم نحكي عن الشكاوى العمالية 2020-2021 كانوا عامين لربما لهم خصوصية خاصة فيما يتعلق في العمل والعمال في الأردن بشكل سريع بما يتعلق بالشكاوى العمالية هل هي في ازدياد أم بنخفاض يعني بدنا نحكي عن خصوصية العامين الفائتين خلال العامين الفائتين طبعا هي في ازدياد ما بنقدر ننكر المشكلة لأسباب كثيرة منها أزمة كورونا الأزمات الاقتصادية يعني التعثرات اللي صارت عند بعض أصحاب العمل بسيولة والتوفير خلنحكي وحاجته للعمال في بعض الأوقات نتيجة التوقفات لفترات طويلة أو خلنحكي بشكل كل طبعا قطاع فيه خصوصيته في قطاعات ما كان في عليها أي نوع من أنواع الشكاوى باعتبار كانت فيها استثمارات جيدة وفي بعض القطاعات كان فيها خلنحكي نوعا ما فيها نوع من أنواع القصور في التزام صاحب العمل بتأدية واجبات وحسب قانون العمل من دفع الأجور والحد الأدنى للأجير ضمن اتفاقيات معينة مسبقة طبعا منقدر نحكي أنه زادت ولكن معدل الزيادة ما منقدر نحكي أنه بارتفاع بمستوى عالي جدا لأنه فيه نقطة كثير مهمة اليوم أتمتت الشكاوى العمالية وإجراءات التفتيش في وزارة العمل زدنا معدل رصد الشكاوى العمالية فصار فيه إقبال كبير من المواطن ومن العامل بأنه يتقدم بشكوى مهما كانت بسيطة لو مجرد صار أي تعرض لأي شيء بإمكانه من خلال تليفون ويتواصل مع وزارة العمل فهذه نقطة كثير مهمة وهذا يصب بمصلحة نعم يصب بمصلحة العامل ولكن اليوم خلال الستشهر السابقة نقدر نحكي فيه استقرار واضح في معدل نحكي الشكاوى العمالية بشكل شهري لأنه لما نستقبل في بعض الأوقات بحدود 1200 شكوى شهريا جزء كبير منها بيكون مشغل من اختصاص وزارة العمل في العامل في بعض الأوقات ما عنده جهل بالقانون سيكون يعني سيد هيثم سيكون لنا في الأيام القادمة حديث مفصل حول هذا الموضوع بدي أشكرك جزيل الشكر مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل سيد هيثم نجداوي كنت معنا عبر الهاتف وسنطلع إن شاء الله في الأيام القادمة على هذا الأمر تحديدا حول الجانب القانوني لملف الإتجار بالبشر ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الخبير القانوني الدكتور صخر خصاوني صباح الخير دكتور صخر دكتور صخر نتحدث عن جواب نب عديدة للإتجار بالبشر بعضها تغيرت أشكاله والبعض ما زال على حاله فهل ما يسجل تحت هذه الجوانب في الأردن خطير بطبيعة الأمر يعني بداية لا يوجد عنا جريمة مرطة مجرمة للإتجار بالبشر لكننا قد يكون في عنا في المحاكم تنظر المحاكم لبعض التصرفات أو بعض الأفعال التي تدخل من قبيل التجار بالبشر وخاصة بالقضايا المتعلقة باستخدام العمالة الوافدة يعني هذه الجزء اللي بتعلق بالإتخدام العمالة الوافدة وعمالية على مأطاهم الزور فبالتالي هذا الموضوع المرتفع مرتفع بالحقوق العمالية اللي يكوفرها صاحب العمل أو سوء استخدام صاحب العمل للعامل وبالتالي هذه أكثر القضايا المولودة ومش ومش بالحجم الكبير نعم طيب الدكتور صخر بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك أسباب لعودة هذه المسميات إلى الواجهة من جديد فما هي أبرز هذه الأسباب برأيك؟ بداية نجلية عدم صحي عند أرباب صاحب الأرباب العمل بكيفية استخدام العمال والمستخدمين وحاول دلع الأجور وحاول إيجاد أماكن مناسبة للإيواء وعدم الأطاهم وبالتالي الموضوع الأول للأساس هو الموضوع التوعية القانونية حتى نتجنب مثل هذه المبارسات فمثلا على المثال استخدام عاملة على اسمي وبالتالي أنا أعطيها لحضرتك في التخدمات ببيتك نعم هذه أحد صور للتجارب البشر اللي معاقبة عليها في القاعدة للتجارب البشر وأيضا معاقبة عليها في وجب قانون العمل فبالتالي الموضوع يحتاج إلى توعية ويحتاج إلى أعطاء الحقوق وأعطاء الناس يعني كيفية استخدام هذه يعني بمعنى أنه يجب تطبيق أحكام عقد العمل بحضرته حتى لا يتحول هذا التفرط إلى طريقة من ضرب بالتجارب البشر طيب يعني أنت ببداية حديثك دكتور سخر تحدث بأنه جميع ما ينذر اجتحت أو البعض ما ينذر اجتحت هذا المسمى لا يرقب بأن يكون إلى جريمة منظمة بالإتجار بالبشر بس أنا أبدأ أنتقل معك إلى موضوع وهو إضافة بنود قانونية تحت قانون الإتجارب البشر كالذي أضيف أخيرا يعني بما يتعلق بالتسول هل إلو دور وهل يجب إعادة النظر بالبنودة القانونية تحت قانون الإتجارب البشر حتى لا نسمع بهذه الكلمة بشكل كبير لقضايا اللي ربما تعتبر قضايا مختلفة عن الإتجارب البشر سيدي القضايا التسول أو ظاهر التسول الأرض موجودة الآن عنا هي ظاهرة منظمة لحيث أنه يتم استخدام القصر والأصحاب الإعقاد وأصحاب الأطفال من قبل مجموعة عميل الأشخاص وبالتالي استخدامهم من أجل أعمال التسول فبالتالي الآن هذا القطر أو القاطر الموجود تحت طيبرة هذا الشخص اللي بيشغله وبيأخذ الحصب منه هذا الجزء لا يوجد جزء من عمليات تجارب البشر فبالتالي لابد من وضع خطة لمكافحة التسول نعم هذا ما تقوم بوزارة التنمية الاجتماعي وبالتالي هذه الموضوع أخبر من الموضوع اللي نتحدث عنه إنه جراء بتجارب البشر لأنه قادر 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 تحدث عن ظهر اجتماعية نعم موجودة فبالتالي فهي بتشكل جريمة تجارب البشر إن كان فيها اختلال للأطفال والقصر وانتخدامهم من أجل السورة على الأطفال ويجعل يعقب عليها نعم نعم بدي أشكرك جزيلا شكر دكتور سخر خصاونة الخبير القانوني كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر